ابرز الفصائل المقاتلة الى جانب النصرى تنسحب من معارك الملاح شمال حلب بسبب خسائرها القوات العراقية تستعيد مزيدا من القرى جنوب الموصل وتتابع التحشيد في مخمور التحالف السعودي مستمر بالحجد في نهم شمال صنعاء والجيش اليمني واللجان الشعبية يتصدوا وفي فقرة استراتيجيا قدرات حزب الله العسكرية المتنامية تفرض نفسها على حسابات اي حرب لإسرائيل اهلا بكم الى ميدانية الميادين وفي ميادينها لليوم من الميدان السوري مجليلة من حلب ومن الميدان العراقي محمد الفهد من بغداد ومن الميدان اليمني احمد عبد الرحمن من صنعاء ولمتابعة هذه التطورات ينضم إلينا في استوديو الباحث العسكري العميد محمد عباس نبدأ من سوريا حيث انسحبت مجموعات مسلحي حركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام من المعارك على جبهة الملاح الجنوبية شمال حلب الانسحاب دفع جبهة النصرة إلى طلب الدعم من الحزب الإسلامي التركستاني الذي أرسل تعزيزات إلى المنطقة هذه التبدلات تأتي في وقت فشلت فيه أعنف موجة من الهجوم على مزارع الملاح بعد حشد كبير للمسلحين قادته جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة آخر موجات الهجوم كانت للمسلحين على مواقع الجيش السوري في البريج شمال حلب وقد وصف بالهجوم المحدود هذا فيما يستمر قطع طريق الكستيل بالنار أمام إمدادات الجماعات المسلحة تقرير مجليلة من أحياء حلب الشمالية تقدمت مجموعات المسلحين باتجاه مرتفع البريج الاستراتيجي محاولة جديدة من قبلهم لخرق خطوط الجيش في الطوق الشمالي للمدينة ولفصل قواته في جبهات المدينة الصناعية غربا عن جبهات القتال في القطاع الشمالي لريف حلب الهجوم الثالث فشل البارحة استمرت هذه اللجمات بعد استقدام تعزيزات ضخمة من أرياف حلب الجنوبي وأرياف إدلب حيث حاولوا الهجوم من ثلاثة محاور المحور الأول في منطقة مزارع الملاحة انطلاقها من حيان وحريتان وعيدان والمحور الثاني من مخيم حندرات والسكن الشبابي والمدينة الصناعية البحث عن ممرات وطرق إمداد جديدة وفتح جبهة في قلب حلب لإشغال الجيش وتشتيت دفاعاته عن معركة الطوق لم تصل إلى أهدافها الجيش السوري عزز تحصيناته داخل المدينة استباقا لأي هجوم متوقع قد يأتي من الأحياء الشرقية للرد على تقدم الشمال وقطع الكاستيلو حصار المسلحين في أحياء حلب أضعف قدرتهم على المناورة وعلى إمكانية القيام بهجمات واسعة أو استرداد أي من النقاط التي وصل إليها الجيش موجات الهجوم الثلاث في قلب المدينة لم تحدث تغييرا إلا في انتصارات إعلامية حاولت المجموعات المسلحة ترويجها لرفع معنويات مقاتليها لوحظ بعض الخسائل الكبيرة التي تعرضت لها هذه القوات إلى انسحاب بعض الفصائل منها قوات حركة نور الدين زنكي والفرقة 13 والفرقة 16 من جبهات المعارك وتركوا جيش المجاهدين والنصرة يقع فيه كماء أعدها الجيش العربي السوري بعد انسحابه من بعض النقاط التي أخلاها ثم عاد الأطباق عليهم الحصار وقطع الكاستيلو بالنار يؤشران إلى معركة استنزاف طويلة يبدو أنها تنتظر المسلحين في مواجهة الجيش وحلفائه الذين باتوا يملكون المبادرة في قلب المدينة وأطرافها مجد ليلى لقناة الميادين في رحلة شقة مع معاناة تكبر يوما بعد يوم أهل بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب مهددون بالموت في ظل غياب المواد الغذائية وانتشار الأمراض والأوبئة أغيث أطفال كفريا والكفريا لم تجد حتى الآن كل منشدات أطفال كفريا والفوعة المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف السنة لكسر صمت المجتمع الدولي حيال معاناتهم المتفاقمة نتيجة الحصار والتجويع رغم ما قد تتسبب به هذه المعانات من موت نحو 21 ألف نسمة حيث باتت المياه والطحين مطلبهم الوحيد في ظل منع المسلحين وصول المواد الغذائية إليهم والله يا عموة ما عنا ما يراحي نشوف مين عنده ما يمنع بميدة بيت عنا المعيسات حلم لكل أهالي الموجودين بالفوعة وكفرية عنا نقص في الزيت وفي المعزاة وفي اللطحين طفل عم نطلب الخبز ونحن ما عم نقدر نأمله إياها هي كارثة إنسانية يعيشها أهالي كفرية والفوعة بعد الخرق المتواصل للهدن صراع مع الموت إما تحت وطأة القصف أو بسبب حصار أودى بحياة أكثر من 2500 شهيد وآلاف الجرح منذ بدء الأزمة السورية ساعة واحدة من الكهرباء فقط يحصل عليها أهالي كفرية والفوعة في ظل نقص حاد في الوقود حيث قطع المسلحون سبل الحصول على التيار الكهربائي لكن الحل السريع هو أكثر ما يناشد به أطباء البلدتين إذ إن نقص الطعام والغذاء وغياب النظافة أديا إلى تضاعف الأمراض حيث بات داء التهاب الكبد الوبائي الأكثر انتشارا بين الأطفال وسط إمكانات وتجهيزات استشفائية محدودة جدا ما ينظر بكارثة طبية تشار في الفترة الأخيرة مرض الاتهاب الكبد الوبائي من النمط أنجر في الفوعة وكفرية من مياه الشر لمادة الطحين لن أغزي ما بقى فيه أي مقاومات والناشد منظمات الدولية والهيئات الإنسانية والإغاثية لفك الحصار هي صرخة أخرى يأمل المعنيون في الفوعة وكفرية أن تصل إلى حيث يفترض بها أن تخرق الصمت الدولي حيال معاناتهم صمت يرون فيه انتقائية دولية في تحديد المعانات رغم كل المآسي التي تعيشها البلدتان المحاصرتان ومعنا من حلب زميل مجد ليلى أهلا بك مجد مجد دعنا في صورة آخر التطورات الميدانية في حلب تحديدا في مزارع الملاح وأيضا إذا ما كانت لديك معلومات بشأن التطورات في منبج نعم وفاء الآخر التطورات على جبهة مزارع الملاح اليوم كان يوم هادئ نسبيا على هذه الجبهة بعد أن شهدت يوم أمس هجوما عنيفا من قبل مسلحي جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني هذا الهجوم الذي توازى وكان متوازيا مع هجوم من طلق به المسلحون من أحياء مدينة حلب الشمالية باتجاه تلة البريج بالقرب من المدينة الصناعية في الشيخ نجار حاول من خلالها المسلحون قطع طرق المداد للجيش السوري وفصل القوات المتواجدة في الريف الشمالي لمدينة حلب عن القوات المتواجدة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار أيضا قبل قليل الطيران الحربي نفذ عددا من الغارات على محور طريق الكستيل وهذه الغارات استدفت الطريق بشكل مباشر وجانبي الطريق وبعض التجليمات التي كانت المجموعات المسلحة قد قامت بإنشائها على هذا الطريق لتسهيل مرور قوافل المداد إلى داخل أحياء حلب الشرقية وأيضا بعض القذائف الكبيرة أطلقها الجيش السوري التي استهدفت مواقع وخطوط لأنفاق حفرها المسلحون أسفل هذا الطريق يعبر من خلالها من الريف الشمالي باتجاه أحياء حلب الشرقية يوم أمس الجيش السوري تمكن من تدبير عدد كبير من العربات ناقلات الجند والدبابات التابعة للمسلحين وأيضا قتل العشرات منهم بعض الصور رشحت عن هذه المعارك وظهر فيها خسارة كبيرة للمسلحين بعد الهجوم العنيف قبل خمسة أيام من الآن وهذا هو الهجوم الثاني الذي يتمكن الجيش السوري من التصدي له وانتصاص صدماته الأولى مما يعني أن الجيش السوري قد ثبت مواقعه بشكل جيد وبشكل قوي في جبهة مزارع الملاحة الجنوبية ويبات محاصرا للمسلحين المتواجدين في أحياء الشرقية بعد قطع طريق الكستيلو بالنار أيضا على الجبهات المدينة قام الطيران الحربي اليوم باستهداف عدد من مراكز المسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب وفي الأحياء القديمة أيضا هذه الغارات والقذائف والصليات الصاروخية التي أطلقتها الرجمات السورية استهدفت المسلحين المتواجدين في جبهة معامل الليرمون وحي بني زيد إضافة إلى مخيم حندرات يعني كل هذه النقاط وكل هذه المحاور هي محاور يستهدف فيها الجيش السوري مواقع المسلحين منعا لتسللهم ومنعا لعبور إمداداتهم باتجاه جبهة الملاحة الجنوبية وباتجاه أيضا طريق الكستيلو ومحور طريق الكستيلو بشكل عام طبعا في تطورات الأخيرة في منبج شمال شرق حلب تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على دوار الشريعة أيضا تقدمت من الجهة الشمالية الشرقية لمدينة منبج الخريطة الآن خريطة السيطرة في مدينة منبج هي أن القوات سوريا الديمقراطية تحاصر المدينة من جهة ثلاثة من الشرق ومن الجنوب وإضافة إلى الغرب أيضا هذا الحصار هو مفروض من الجهة الشمالية لكن هو بعيد عن أحياء مدينة منبج وبعيد عن قلب مدينة منبج ومركز مدينة منبج بطبيعة الحال كما ذكرت في السابق الآن تنظيم داعش يسعى للدخول ولتحرير ولإخراج مجموعات محاصرة له في قلب مدينة منبج بعد أطباق قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها أو أطباقها للحصار على المدينة بشكل كله تقريبا إلى الريف الشمالي والريف الشمالي الغربي من حلب الطيران الحربي والمقاتلات الروسية يعني دائما ما تكون تحلق في أجواء هذا الريف يتم استهداف طرق أمداد المسلحين الموجودة بين قرى ريف حلب الشمالي بين قرى كفر حمرة وقرية الليرامون إضافة إلى قرية تحريتان هذه كلها محاور انطلاق ينطلق من خلالها المسلحون في هجماتهم على مزارع الملاحة الجنوبية ومن يعبر من هذه القرى تحديدا هو قادم من الحدود التركية بطبيعة الحال نتيجة الامتداد الجغرافي إذن هي محاور أساسية للمسلحين والنقاط ومعابر أساسية لعبور الامداد من الحدود التركية باتجاهها الداخل السوري التطور المهم هو إعلان حركة نور الدين الزنكي انسحابها من معارك مزارع الملاحة الجنوبية إلى جانب أيضا حركة أو فيلق الشام الذي أعلن أيضا انسحابه بعد خسارة كبيرة تعرض له في قياديها بين الصفوف الأولى من قياديها خلال الهجوم الماضي على مزارع الملاحة الجنوبية اليوم جبهة النصرة من يقاتل إلى جانب جبهة النصرة تحديدا هو الحزب الإسلامي التركستاني بعد أن استقدمت عزيزات قوية له وكبيرة له من أرياف إدلب ومن ريف حلب الغربي ومن الحدود السورية التركية يعني كل هذه المؤازرات التي وصلت استطاع الطيران التعامل معدد منها في المناطق الفاصلة بين ريف حلب وريف إدلب وبعضها وصل فعليا إلى هذه الجبهة إلى جانب جبهة النصرة أشكرك كل الشكر الزميل مجليلة كنت معنا من حلب من حلب تطورات مهمة سيتلعمل دعنا نتوقف عندما يجري في مزارع الملاح سطع الجيش السوري أن يصد الهجوم الثاني لجماعات المسلحة كيف نستقرأ هذا الانسحاب من قبل حركة نور الدين الزنكي وأيضا فيلق الشام من هذه الجبهة الهجمات المعاكسة للتنظيمات الإرهابية في منطقة مزارع الملاح لم تتوقف ولكن إداء هذه الهجمات بدأ يتراجع كانت الهجمات بوحدات أكبر وبقصف تمهيدي أكبر ولاحظ المراقبون أن حجم العمليات هو حجم محدود العمليات الهجومية تتم بوحدات صغيرة وأيضا حجم القصف المدفعي سواء على مزارع الملاح على قوات الجيش العربي السوري أو على أحياء حلب تراجعت وهذا يؤكد أن قدرات التنظيمات بعد هذا الأسبوع من الحرب قد تراجعت جدا وعملية انسحاب نور الدين زينكي وأيضا فايلة خشام تدخل في هذا الإطار لأنهم تكبدوا خسائر فادحة يعني عملية تراجع الهجمات وتراجع القصف يوحي بأن امدادات أن المسلحين فقدوا الكثير من معداتهم وفقدوا الكثير من أفرادهم وأيضا خطوط الإمداد ساهمت يعني قطع خطوط الإمداد من قبل الجيش العربي السوري بعد أن سيطر على المزارع الملاح على كل المزارع وبالتحديد المزارع الملاح الجنوبية القريبة جدا من طريق الكستل وهذه المزارع الجنوبية وهذه الهجمات يعني كل الهجمات المعاكسة التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية أو جيش الفتح يتم من الغرب الجنوب الغربي باتجاه الشمال الشرقي يعني من هذه الجهة لأنه هو أقرب للليرامون وأقرب لخطوط الإمداد باتجاه ريف حلب الغربي وريف إدلب لأنه كل الإمدادات تأتي من تركيا عبر إقليم إسكندرون إلى ريف إدلب إلى ريف حلب الغربي وصولا إلى الكستيلو إلى أرياف حلب الشرقية وتحديدا بني زعيد طبعا انسحاب هذه التنظيمات له دلالة على مؤشر المعركة المقبلة يعني هذه التنظيمات تخشى أصبحت يعني شرق مدينة حلب يعني وأحياء شرق مدينة حلب المسيطر عليها من قبل المسلحين تحديدا حي بني زايد هذا حي بني زايد اللي أصبح عمليا مطوق من ثلاث جهات وخطوط إمداده فقط من جهة الشمال وصولا إلى مثل ما أنه ريف حلب الغربي أو ريف حلب الشمالي باتجاه حريتان وعندان هذه المناطق في شرق حلب أصبحت مهددة بالسقوط وأعتقد أن أي معركة في حلب ستستهدف الأحياء الشرقية لأنه من الأحياء الشرقية كان يتم استهداف أحياء حلب وخاصة وسط مدينة حلب الميدان وغيرها كل الأحياء والأشرفية والزهراء وحي الشاخ مقصود كله كان يتم من خلال من حي بني زايد سياد لعمد اسمح لي هذا ما يفسر هجوم الجماعات المسلحة على هذه المنطقة خوفا من سيطرة الجيش السوري لا هي تدخل من ضمن إطار التكتيكات العسكرية حتى المدافع أحيانا أن يلجأ إلى هجمات معاكسة لتأخير تقدم هو يسعى إلى تأخير تقدم قوات الجيش العربي السوري ولعدم وضع قدمها على طريق الكاستلو حاليا طريق الكاستلو مثل ما شايفين هي تقع بين يعني كما يقول المسأل بين شئوفين بين قوات تتقدم من الشمال وقوات تتقدم من الجنوب هنا هذا السهم الأزراء قوات تتقدم من الجنوب عندما تتصل للقوات القادمة من الشمال مع القوات القادمة من الجنوب يتم قطع طريق الكستولو فعليا حاليا طريق الكستولو مقطوع بالنار وعندما نقول مقطوع بالنار أو مسيطر عليه بالنار يعني الإمدادات تصبح ضئيلة جدا ولكن يعني لن تكون معدومة السيطرة بالنار لا تعني السيطرة مئة في الماء يبقى هناك طرق التفافية يستطيع المسلحون سلوكها وخاصة ليلا ولكن عمليا هي حدد كثيرا من وصول الإمدادات إلى المسلحين في أرياف حلب الشرقي هذا في حلب أما في منبج فقط قبل أن نستعرض ربما ونحلل التطورات الميدانية في منبج من المهم أن نستعرض هذا الخبر حيث أفادت مراسلة الميدين بأن قوات سوريا الديمقراطية تقدمت إلى ساحة السبع بحارات غرب مدينة منبج شمال شرق حلب وبذلك تسيطر على كيلومترين بين دوار الشريعة وأطراف المشفى الوطني في المدينة وكان داعش قد فجر سيارتين مفخختين في محيط المشفى الوطني في المدينة ليعيق تقدم القوات المدعومة من التحالف الأمريكي سيدة العميد لطالما نتحدث عن منبج قال مراسلنا قبل قليل زميل مجليلة بأن منبج أصبحت محاصرة من ثلاث جهات وفي الجهة الشمالية هناك مسافة كيف نفهم هذه التطورات الحاصلة في منبج عمليا توزيع المعارك في منبج يتم حاليا على الشكل التالي يعني داعش يهاجم من جهة الشمال على محور الدادات هنا على محور الدادات جرابلوس يهاجم من الشمال هو لا تزال المبادرة بيده من جهة الشمال وأيضا يعني في السابق الأسبوع المقبل الماضي قام بهجمات من جهة الباب من الغرب حاليا توقفت الهجمات وقوات سوريا الديمقراطية هي التي تهاجم من الجنوب بالتجاهة رسم الأخضر من بج وأيضا من الغرب يعني ومن الغرب الهجوم الأخير من الغرب لقوات سوريا الديمقراطية استطعت السيطرة على السبع بحرات على دور السبع بحرات على مدخل منبج الغربي ولكن لا تزال السيطرة على منبج بعيدة نسبيا يعني حاليا المعارك نستطيع القول أن المعارك تدخل في إطار الكر والفر ليس هناك معارك حسم ليس هناك سيطرة على مواقع عسكرية هامة من الطرفين على مواقع عسكرية لها يعني بعد تأثير استراتيجي على سير العمليات الميدانية بصورة شاملة يعني داعش يقوم بهجمات معاكسة لفق الطوء عن عناصره المطوقين من جهة الشمال وقوات سوريا الديمقراطية تحاول تضييق الطوء ولكن حتى اليوم ليس هناك معارك كسر عظم بالمعنى العسكري لذلك أنا أعتقد أن المعارك في منبج ستطول ولا نفهم سبب هذه الإطالة لأن كل التقديرات كانت تشير من خلال الدعم للتحالف الغربي وتحديدا الطيران الأمريكي للعمليات أن هذه العمليات سننته خلال ثلاثة أسابيع هيا أصبحنا أننا اليوم بالأسبوع الثامن اسمح لي سيدنا مدربو ما نحتفي بهذا القدر في الملف السوري ونطلع الآخر التطورات الحاصلة في الميدان العراقي حيث استعادت القوات العراقية التي تتقدم صوب مدينة الموصل عدة قرى إضافة إلى ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل من قبضة داعش وتواصل تقدمها نحو استعادة المدينة وزير الدفاع العراقي خالد العبيد أكد استمرار تقدم القوات العراقية لتندمج مع وحدات عمليات تحرير نينوى في مخمور تتناثر جثث مسلح داعش على جانبي الطريق المؤدية إلى الموصل طريق تتقلص مسافتها كلما استعادت القوات العراقية قرية في محيط ثاني أكبر مدن العراق والخاضعة لسيطرة التنظيم القوات العراقية وفي تقدمها صوب معقل داعش في العراق استعادت خمسة قرى في ناحية القيارة أبرزها جحلة وواصلت تقدمها نحو المدينة تفصلنا بضع كيلومترات إن شاء الله عن الموصل وإن شاء الله أبطالنا يصلون عليها صولاتهم المعهودة وانطهرها من رجل هؤلاء الأوغاد اللي استباحوا الأعراض والدماء والأموال والمقدسات والتاريخ إلى ضفة نهر دجلة وصلت القوات العراقية والتقت مع وحدات عمليات تحرير نينا وفي مخمور بالتزام ألقت القوات الجوية العراقية مناشير فوق الموصل تدعو أهلها إلى الاستعداد لمعركة تحريرهم من داعش تقدم يأتي بعد استعادة قاعدة القيار الجوية التي أعلنت واشنطن إرسال 560 جنديا إضافيا إليها لدعم العمليات الجارية وسط تشديد الخناق على الموصل تمهيدا للهجوم المرتقب علما أن المناطق التي تمت استعادتها في الفترة الأخيرة لا تزال بحاجة إلى تأمين عسكري في ظل تحصن مسلحي داعش في عدد من المدن وراء الخط الأمامي للقوات الحكومية وللإطلاع على آخر التطورات الميدانية معنا من بغداد مراسل ميدين محمد الفهد أهلا بك محمد دعنا في صورة التطورات الميدانية في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل وأيضا عملية تحرير نينوى في مخمور نعم دعينا نتحدث عن بداية العمليات التي قالت عنها غرفة العمليات المشتركة بأنها كانت مباغتة أي الوصول لقاعدة القيارة بخطة مباغتة استندت على ترك الطرق التي كان داعش ربما يحتسب دخول القوات من خلالها وأيضا تركت هذه القوات قضاء الشرقات خلفها وبالتالي التفت لمسافة 100 كم ووصلت إلى قاعدة القيارة تقدمت القوات من هذه القاعدة باتجاه القصبات والقرى التي تفصل القاعدة عن القيارة جنوب الموصل وبالتالي استطاعت أن تحرر هذه القرى وتسيطر عليها والوصول إلى قرية إجحالة التي تقع على ضفة نهر دجلة وبالتالي حققت تماسا مباشرا مع القوات التي تنتشر في الضفة الأخرى وهي قيادة عمليات نينوى الفرقة الخامسة عشر في الجيش العراقي قبل قليل تحدثت غرفة العمليات المشتركة عن الانتهاء من نصب الجسر العائم على النهر وبالتالي أصبح هناك خطواص ما بين القوات المشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي التي سيطرت على قاعدة القيارة وما بين القوات التي كانت تخوض عمليات لتحرير القرى الواقعة بين مخمور وبين القيارة الأهمية الاستراتيجية لهذه العملية أو السيطرة على قاعدة القيارة تتمثل بعدة نقاط أهمها عزل الشرقات أخر معاقل داعش شمال صلاح الدين وبالتالي أصبح عناصر داعش في هذا القضاء محاصرون ولا تصلهم الإمدادات من الموصل لاعتبار أن القوات سيطرت على طريق الرابط ما بين القيارة وما بين الشرقات من جهة ثانية فإن القوات استطاعت أن تنشئ خط ناري يمتد من قاعدة القيارة وعبورا من نهر دجلة وصولا إلى مخمور وبالتالي هذا الخط أيضا قطع أهم طرق إمداد داعش من الموصل باتجاه الحويجة جنوب الشرق كاركوك بالتالي هذه القوات استطاعت الآن أن تحكم قبضتها على هذه المنطقة وأن تنشئ طريقا متواصلا بينها وما بين قيادة عمليات نينا وبالتزامن مع دعوات وزارة الدفاع لأهالي الموصل لا سيما في القيارة والمناطق القريبة منها كحمام العليل والحضر لكي يساندوا القوات أو يستعدوا لدخول القوات وبالتالي دعتهم إلى القيام بانتفاضة ضد عناصر داعش في هذه المناطق مع ورود معلومات عن حالة من الإرباك وتشتت في صفوف عناصر التنظيمة الذين يسيطنون على هذه المناطق أيضا ألقت طائرات القوى الجوية آلاف المنشورات على هذه المناطق إذانا بانطلاق ربما عمليات في المستقبل وتدعو الأهالي لابتعاد عن أماكن داعش وكذلك للتعاون مع القوات الأمنية والاستبشار بقدوم القوات العسكرية أيضا تحدثت القيادة المشتركة عن هروب عدد من عناصر داعش أمام القوات التي تتقدم على ضفتي النهر وبالتالي الهدف المقبل هو القيارة وتحدثت أيضا العمليات المشتركة بأن القوات باتت تبعد عن مركز الموصل حوالي 70 كيلو متر بعد الوصول أو تحقيق هذا المنجز الميداني في الجنوب هذه القوات أيضا تتحدث غرفة العمليات المشتركة بأنها ربما تنتظر ساعة الصفر لقدوم قوات أخرى ربما تقول التكهنات قد يكون الاستعراض العسكري يوم غد في العاصمة بغداد ربما يحمل معه مفاجآت من قبل الحكومة كما يقول بعض المراقبين لمعركة الموصل كل الشكر لك محمد الفهد مراسل الميدين كنت معنا من بغداد على طلاعنا على كل هذه التطورات في العراق للمرة الأولى وبعيدا عن بغداد وقع أقليم كردستان العراق والولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولا لتعاون العسكري في عاصمة الأقليم أربيل تلفزيون كردستان 24 وذكر أن البروتوكول ينص على أن تقدم واشنطن مساعدات عسكرية وسياسية ومالية تقدر ب450 مليون دولار لقوات البشمرقة حتى انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش وأن تدفع معظم رواتب عناصر البشمرقة بالعودة إليك سياسية العميد بالاطلاع على التطورات الميدانية فيما يتعلق باستعادة القيارة أهمية هذه المنطقة وهمية هذا التطور للقوات العراقية باستعادة القيارة يعني الظاهر الخطة العراقية القائمة حاليا خطة ممتازة لأنه كما تحدثنا أكثر مرة في السابق أنه العملية يجب أن تبدأ من الجنوب باتجاه الشمال وليس كما حصل في البداية عندما انطلقت العمليات من مخمور باتجاه القيارة باتجاه الموسل وكانت المخمور كل نقاط خلف المخمور كانت تسيطر عليها داعش سواء في الشرقات أو في الحواجة لذلك العملية اليوم تسير بالشكل الصحيح والطبيعي والجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب وأيضا الشرطة الاتحادية وبالتعاون مع الحجد العشائري تمكنت من تحقيق إنجازات خلال الأسبوع الماضي وحتى الأمس إنجازات هامة جدا أولا السيطرة على تل الباج غرب الشرقات ثم اندفعت القوات شمالا يعني متجاوزة الشرقات باتجاه قاعدة القيارة ومن قاعدة القيارة توزع الجهد الجهدي العسكري باتجاهين باتجاه محطة الكارباء شمال القيارة وباتجاه جحلي جنوب أو أشحلة جنوب القيارة هذه السيطرة على جحلي بالأمس على ضفاف نهر ججلة قطعت خطوط الإمداد بين الشرقات والقيارة وأصبحت الشرقات شبه محاصرة خاصة بعد أن تقدمت القوات أيضا من غرب مخمور باتجاه القيارة وسيطرت على كرة الحج علي وناء ونصر في فترات سابقة يعني حاليا القوات المتقدمة من الشرق باتجاه نهر ججلة ستلتقي مع القوات المتقدمة من قاعدة القيارة باتجاه الشرق وهذا يعني أن حاليا طريق القيارة الشرقات قطعت أيضا طريق القيارة حويجة يعني حويجة لازال داعش موجود في الحويجة أيضا أصبحت شبه مطوقة ومقطوعة حاليا يمكن للجيش العراقي بعد انتهاء هذه العملية اندفاع شمالا باتجاه الموصل يعني حاليا التأمين يجري بالشكل المناسب وأشار المراسل أنه قد يتم إرسال تعزيزات من بغداد وهذا الأمر متوقع وطبيعي لأن القوات التي كانت موجودة في بغداد سواء الحجد الشعبي أو الجيش العراقي الاحتياط استراتيجي للجيش العراقي كان في بغداد بهدف حماية بغداد من هجمات داعش من الفلوجة بعد الانتهاء من الفلوجة أصبح بإمكان القيادة العراقية تحرير جزء كبير من هذه القوات للتوجه شمالا لتشكل احتياط استراتيجي للقوات المتقدمة لاحقا باتجاه الموصل طبعا هذا التطور الميداني ترافق مع تطور سياسي ولا حتى اليوم تتوضح معالمه موضوع الاتفاق بين كوردستان ومتحدة هذا ما كنت أود السؤال عنه كيف يمكن أن نفهم توقيع مثل هذا الاتفاق ربما مراسلنا قبل قليل عبدالله بدران خلال نشرة الظاهرة قال بأن بغداد على علم بهذا الاتفاق ولكن في سياقة تطورات الميدانية سيادة العميد كيف يمكن أن يفهم توقيع مثل هذا البروتوكول يعني خلينا ننطلق أن الحكومة العراقية على علم لأنه إذا كانت الحكومة العراقية على غير علم وهذا الأمر يعني يتجاوز كل العراف والقوانين وهذا يعني يعيدنا إلى المرحلة التي طرحت فيها الولايات المتحدة مشروع تقسيم العراق مشروع جوبايدن لتقسيم العراق هل عادت هذه الفكرة ولتطرح بهذا الشكل المفضوح أنا أعتقد إذا كانت الحكومة العراقية بهذا التصور هو التفاف أمريكي على الموضوع لأن هذا موضوع الاتفاقية مع الأكراد الذي جاءت في هذا الوقت الذي حصل فيه تقدم كبير للجيش العراقي على عكس التوقعات التي كانت سائدة لأن الأمريكيين لم يكنوا موافقين سابقا على عملية الفلوجة وهم طرحوا تحرير نينوى بداية وهذا الأمر كان غير منطقي وغير موضوعي بعد أن تم تحرير الفلوجة وبمساندة ضائلة من قوات التحالف يعني كل العملية لم تقدم فيها مساند جدية والأمريكيون هولوا في بداية المعركة أن المعركة لن تحسم قبل أشهر ثم حسمت خلال أسابيع وهذا يعني أن الأمريكيين لم يكن يريدون تحرير الفلوجة بهذه السرعة لذلك أنا في تقديره هم يقطعون الطريق على القوات العراقية المتدفعة بالتجاه موصل ويريدون إشراق قوى يستطيعون السيطرة عليها تماما كالأكراد كالبشمركة لأنهم يريدون إشراك البشمركة في معركة الموصل أولا لعدم ترك الحكومة العراقية وحدها لأنهم سيطراتهم على البشمركة مختلفة ولعدم إشراك الحجد الشعبي لأن الحجد الشعبي لن يشارك يعني هي لقطع الطريق على مشاركة الحجد الشعبي ولتعبئة الفراغ مكان داعش من قوات حليفة لها والأكراد لن يذهبوا إلى هذه المعركة إلا من ضمن تحقيق مطالب محددة يعني الأكراد لا يقدمون المسألة مجانا تماما كما يحصل في سوريا يعني الأكراد عندما طرح عليهم التوجه نحو الرقة قالوا باتجاه منبج لوصل أقليم عفرين بعين العرب حاليا الأكراد لهم مطالب معينة في نينوة والموسل والأماكن التي استردوها من داعش أعلنوا علنا أنها لن نعيدها لأنه دفعنا ثمانة دم يعني هل سيشاركون في معركة نينوة لتحقيق حلم الأقليم الكردي الذي يستغني عن نفط بغداد ودعم بغداد من خلال السيطرة على بعض يعني هل وعد الأمريكيون الأكراد بحصة من الكعكة بعد السيطرة على الموسل وهم يريدون إشراك الأكراد في هذه المعركة ليحصل فيما بعد تنازع بين السلطة المركزية وبين الأكراد ليتدخل الأمريكيون لحله بما يناسب مصالحهم هذا هو السؤال يعني هو سؤال يطرح سيادة العميد ولكن ربما نختم بهذا الخبر في الملف العراقي حيث أفاد مراسل الماديم استشهاد سبعة مدنيين وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح في حصيلة لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة على حاجز أمني في منطقة الحسينية شمال بغداد فاصل قصير نعود بعده لمتابعة الميدانية ابقوا معنا أهلا بكم الجديد إلى ميدانية الميادين وإلى الملف اليمني حيث تستمر الهجمات من قبل قوات التحالف السعودي على مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء إلا أنها لم تنجح جميعها في تحقيق خرق ميدانية نفق وزارة الدفاع اليمنية الهجمات ترافقت مع غطاء جويا كثيف تفاصيل في تقرير زميل أحمد زبيبة المعارك على أشدها هنا في جبهة نهم شمال شرق صنعاء بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى سلسلة محاولات تقدم لقوات الرئيس هادي على المديرية بغطاء جوي كثيف من طائرات التحالف السعودي محاولات لم تغير من خريطة المواجهات على الأرض بالنسبة لما يتناوله الإعلام بالشكل المكثف حول فرضة نهم الآن النهم الذي كان لديهم من الصيدرة على هذه الفرضة قد تم صيدرة عليها من قبل نيران المواقع العسكرية واللجان الشعبية على هذه الفرضة ولا ذو بالفرار من تلك المجامع والمرتزقة التعزيزات العسكرية لقوات هادي عدة وعديدة تصل بنحو يومي إلى مشارف نهم لكن سيطرة الجيش واللجان الشعبية على جبل أتياس المطل على معسكر كوفل في صرواح غرب مأرب شكلت ضغطا كبيرا على قوات هادي في إيصال التعزيزات إلى نهم التي تتعرض للقصف والهجوم من قبل الجيش واللجان الشعبية فمعسكر كوفل يعد البوابة التي استطاعت من خلالها قوات هادي التسلل إلى وادي ملح ومن ثم إلى فرضة نهم عملية السيطرة النارية على معسكر كوفل غرضها قطع الإمدادات نحو فرضة نهم وبالتالي سيكون المقاتلين تابعين لهذه في مخنق لأنهم سيصيرون محاصرين من الجهات الأربع أظن أن على الجميع أن يستوعب اللا إمكانية للحسم العسكري كما لمح لذلك هادي وفريقه مصدر في وزارة الدفاع اليمنية أكد تأمين الجيش واللجان الشعبية عدة مواقع أسفل فرضة نهم والتي تسلل إليها عناصر من قوات هادي وتحديدا موقعي حيد الذهب وبادين وأعلن المصدر أيضا عن مقتل عدد من هؤلاء وأسر آخرين تقدم للجيش يأتي في الوقت الذي لم تفلح فيه طائرات التحالف في إسناد جنود الرئيس هادي على الأرض أحمد محمد زبيبة الميادين واللي طلع على أخر التطورات ينضم إلينا مدير ومكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن أهلا بك أحمد في خبر عاجل وردنا قبل قليل بين الطائرات التحالف تغير على جبل يام في مدرية نهم شمال شرق صنعاء إذن أطلعنا على أخر التطورات الميدانية على جبهة نهم لو سمحت نعم هذه الغارات السعودية جاءت بعد محاولات زحف فاشلة تصدلها الجيش اليمني واللجان الشعبية من قبل قوات هادي وكانت تهدف للتسلل والزحف باتجاه جبال أو سلسلة جبال يام هذه السلسلة الجبلية المطلة على مسرح الجوف الاستراتيجي الرابط بين ثلاث جبهات قتالية هي الجوف ومأرب ونهم من اتجاه الصنعاء هذه المحاولات تصدلها الجيش اليمني واللجان الشعبية وأحبطها على نحو كامل خلال الأيام الماضية واليوم أيضا وتمكن من الزحف والتقدم باتجاه المناطق الواقعة في صرواح إلى الغرب من مأرب شمال شرق اليمن والسيطرة تماما على السلسلة الجبلية المطلة على معسكر كوفل الاستراتيجي الذي كان واقعا تحت سيطرة الموالينا لهذه والتحالف السعودي اليوم أيضا وفاك أن هناك محاولات زحف باتجاه هذه التلالة المطلة على معسكر كوفل بعد سيطرة السلسلة والجان الشعبية عليه أيضا الجيش اليمني وأحبطها في أبطاق كامل لا أستطيع ذلك طيب أحمد نعتذر منك الصوت ردي جدا في كل أحوال شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعة على أطلعنا على هذه التطورات كنا نود أن نأخذ منك تطورات أكثر وما يحصل ولكن سيطرة العميد جبهتهم مشتعلة بين قوات هادي من جهة وبين الجيش اليمني أيضا من جهة أخرى كيف نفهم هذه التطورات؟ أهمية هذه الجبهة لماذا الإصرار من قوات هادي على سيطرة على جبهة مهم؟ يعني بعد سقوط التهديئة بشكل تام لم يعد هناك حديث عن أن التهديئة لازالت حتى تعيش ولو بنسبة ضئيلة التهديئة سقطت تماما من خلال خروقات التحالف وقوات هادي الذين حاولوا خلال فترة ما سمي التهديئة أن يحققوا إجازات ميدانية لفرض شروط سياسية وهم أعلنوها بالفهم الملآن يعني قوات هادي كانت تقول لا وقف للغارات الجوية لا وقف لعمليات التقدم كي نفرضه في الحل السياسي يعني هذا في أصول التفاوض أسلوب خاطئ ولا يمكن الإعلان عنه هم أعلنوا ذلك صراحة وأن العمليات ستستمر ولكن بعد سقوط هالتهديئة المبادرة عادت للجيش والنجان الشعبية الذين حاولوا إظهار أنهم أكثروا التزاما بالتهديئة من قوات هادي والتحالف لذلك الجيش مقابل الهجمات التي شنتها قوات هادي والتي لم تحقق فيها أي إنجاز نظرة إلى الخارطة توحي بأن أسأل المبادرة في مأرب وفي أيضا وفي شمال غرب اليمن وفي تعز هي بيد الجيش واللجان الشعبية طبعا كل العمليات التي جرت خلال الأسبوع الماضي لمحاولة التقدم من الشرق باتجاه نهم كل هذه العمليات فشلت وبالعكس الجيش تقدم باتجاه الذي يسيطر حاليا على جبل هيلان تقدم باتجاه جبل إتياس وسيطر عليه وبالأمس سيدر على جبل حيد الدهب المشرف على مفرق الجوف وهذا ما صعب على قوات التحالف شن هجمات من الشرق باتجاه نهم لذلك استعادوا عنها بهجمات من الجنوب هذا السهم الأحمر من الجحافة باتجاه الشمال هذا محور جديد فتحته قوات هذه ولكن لم يحققوا أي تقدم أيضا في منطقة ميدي في منطقة جيزان الجيش ردا على الخروقات السعودية وخاصة عمليات القصف الجوي واستهداف القرى اليمنية الواقعة في مقابل جيزان تقدمت وحدات من الجيش واللجان الشعبية وسيطرت على موقع الرمضة على عدة مواقع في الرمضة داخل الأراضي السعودية وتم صد هجوم على ميدي في تعز أيضا كما نلاحظ هناك تقدم للجيش واللجان الشعبية بالسيطرة يعني بعد صد هجوم منذ يومين على كلابة والجحملية تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على كلابة واستعادتها واستعادة المواقع المحيطة سيد العميد سنكتفي بهذا القدر من التطورات الميدانية في اليمن وننتقل إلى فلسطين حيث استشهد شاب الفلسطيني أنوار السلايمة وأصيب فارس الرشق بجروح خاطرة بعدما أطلق الجنود الإسرائيليون النارة على سيارة فلسطينية في بلدة رام شمال القدس المحتلة فيما اعتقل شاب ثالث وفق ما أفاد به مراسلنا إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال محاصرة الخليل وبلداتها للأسبوع الثالث فيما يشن أو تشن أو تشن عمليات الدهم والاعتقال في مدن مختلفة في الذكرى العشرة لعدواني تموز 2006 بقي الحديث في إسرائيل عن غياب خطط الجيش الإسرائيلي العملانية لمواجهة حزب الله والعجزة عن حماية الجبهة الداخلية خلال الحرب تقرير منال إسماعيل الثالث عشر من تموز يوليو 2006 صواريخ حزب الله تصل للمرة الأولى إلى حيفا الحكومة الإسرائيلية رفعت من وطيرة العدوان ورئيسها آنذاك إهود أولمرت رفع من سقف أهدافه والجبهة الداخلية طيقنت من أن النصر لن يكون حليفها هذه المرة وأن الأهداف التي وضعت يصعب تحقيقها حرب لبنان الثانية كما يسمونها في إسرائيل كانت من أطول الحروب التي تخوضها حرب استمرت ثلاثة وثلاثين يوما حصدت معها مائة وتسعة عشر جنديا إسرائيليا فضلا عن مئات الجرحة فشل خطة الجيش الإسرائيلي العملانية بدأت تتكشف منذ اليوم الأول للحرب حيث عجزت الأجهزة الاستخبارية ومنظومات الاعتراض الإسرائيلية عن منع انهمار صواريخ حزب الله على الجبهة الداخلية التي استمرت في السقوط حتى اليوم الأخير للحرب واضعة أكثر من مليوني إسرائيلي تحت مرمها حرب لبنان الثانية كانت فشلة من الناحية العسكرية برأيي أن حربا كهذه أديرت على مدى ثلاثة وثلاثين يوما كانت فيها الجبهة الداخلية كلها قضيعة لنيران منحنية المسار مع سقوط جرحة لا يمكن أن تعدى نجاحا ضباط رفعوا المستوى قالوا أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مؤهلا لخوض حرب كهذه وأنه في الوقت الذي كان فيه أداء عناصر حزب الله خلال تلك الحرب لافتا كان جنود الجيش الإسرائيلي يلومون قادتهم على المستنقع الذي أغرقوهم فيه الجيش الإسرائيلي كان حينها في غيبوبة نسبية ليس لديه خطط عملانية ولا يتدرب كان عليه أن يستيقظ وأحيانا أن يصفع ليستيقظ ولذلك الاستيقاظ ثمن وهو مؤلم جدا هذه الحرب كانت بمثابة فشل ذريع كانت إخفاقا نحن لم نقع في الفخ بل كتبنا ما شهدناه وأنا رأيت الجنود يخرجون من لبنان ويقولون فليسقط قائد اللواء مراقبون قالوا إن حزب الله الذي لم يرفع الراية البيضاء طيلة أيام الحرب قد يغير استراتيجيته وقد يسعى هذه المرة إلى تسديد ضربة تكون أكثر إيلاما سيد العميد في مثل هذا اليوم هو اليوم الثاني لحرب تموز بناء على التقديرات دعنا نتحدث عن التقديرات الإسرائيلية فيما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أين قد تصل قدرات المقاومة وهل هي قدرات ردعية هل قد من الممكن أن نشهد عدوان جديد من إسرائيل على لبنان دائما يتردد الحديث عن احتمال عدوان والذي يرغب في عدوان على لبنان دائما يبشرنا كل سنة في الربيع القادم في الصيف القادم ستقوم إسرائيل بعدوان على لبنان لاستعادة هيبة الردع التي فقدتها في عدوان تموز من الطبيع أن المقاومة راكمت قدرات كبيرة جدا والمقاومة لم تخدع أحدا في يوم من الأيام عندما كانت تمتلك القدرات وتحصل المفاجآت عندما كان يقول سماحة السيد في الحرب سواء في بداية الحرب سيكون لدينا مفاجآت ظهرت هذه المفاجآت وقصف حيفا كان من ضمن هذه المفاجآت وقصف سفينة بارجة ساعر كان من ضمن هذه المفاجآت وقصف وتدمير الدبابات في وادي الأحجار وفي ساهل الخيام أيضا كان من هذه المفاجآت لذلك المقاومة عندما تقول أنها قادرة على إصابة أي نقطة داخل إسرائيل فهي قادرة على إصابة أي نقطة يعني ليس هناك موقع خارج مدى قدرات المقاومة وهذه الخريطة تظهر ذلك يعني في حرب في عدوان تموز كانت قدرات المقاومة تصل إلى حيفا وجنوب حيفا قليلا هذا الدائرة الحمراء هي كانت مدى صواريخ المقاومة الموجودة في حرب تموز ثم تطورت هذه القدرات لاحقا لتصل إلى جنوب تل أبيب ثم تطورت لتطال كل لن أتحدث التفصيل عن ما تمتلكه المقاومة ولكن كل المعلومات تشير أن المقاومة لديها قدرات ساروخية قادرة على تغطية كل أراضي فلسطين المحتلة ونحن نعلم أن كل المصانع والمطارات والمرافق تقع ضمن الدائرة الأولى حتى بين الدائرة الأولى والدائرة الثانية يعني بصواريخ المتوسطة المقاومة قادرة على إصابة كل هذه الأهداف وهذه النقاط الصفراء المشار إليها وهنا في حيفا وهذه مصانع معامل الأمونيا وهذه النقاط الصفراء هي المواقع الاستراتيجية سواء مواقع تخزين الأسلحة والدخائر أو القواعد الجوية الحربية أو المراكز العسكرية كل هذه النقاط هي في مدى الصواريخ المتوسطة لا نتحدث عن ديمونا وبئر السبع التي يمكن إصابةها بالصواريخ البعيدة المدى إذن حتى حقول النفط تمار والذيتان وشمشون المقاومة قادرة على ضربها في البحر يعني كل الهدف استراتيجي في إسرائيل عرضة للضرب ومن هنا يأتي السؤال هل إسرائيل قادرة على خوض حرب بعكس كل التقديرات إسرائيل ذهبت إلى حرب تموز وكما سمعنا المعلقين العسكريين الإسرائيليين ولم تكن جاهزة لهذه الحرب أنا أقول أن إسرائيل ليست جاهزة أيضا للحرب على المدى القريب والمتوسط لأن إسرائيل الخلل أو الشرخ الذي أصاب نظرية الأمن الإسرائيلي في حرب تموز والمتمثل أن إسرائيل لم تستطع حسم الحرب بسرعة ولم تستطع حماية الجبهة الداخلية التي تشكل أهم مفصل في نظرية الأمن الإسرائيلي حماية الجبهة الداخلية هذه الجبهة كل المناورات التي تجريها إسرائيل تشير إليها في وسائل العام ويشير بعض القادة العسكريين خاصة الموجودين خارج الخدمة يعني اللي بمراكز الدراسات أن الجبهة الداخلية لا يمكن حماية الجبهة الداخلية ولا يمكن إنزال كل المستوطنين إلى الملاجئ في فلسطين المحتلة يعني إسرائيل لن تذهب إلى الحرب وجبهة الداخلية معرضة للخطر وعقيدتها العسكرية التي فشلت في حرب تموز لم تتغير قيدة أمولي لا يمكن أن تكسب الحرب في أي حرب قادمة نحن وصلنا لختم ميدانية اليوم سيادة العميد محمد عباس شكرا على توجدك معنا في ميدانية اليوم مشاهدين وهذا تذكير بأبرز العنوين أبرز الفصائل المقاتلة إلى جانب النصرة تنسحب من معارك الملاحة الجنوبية شمال حلب بسبب خسائرها القوات العراقية تستعيد مزيدا من القرى جنوب الموصل وتتابع تحشيد في مخمور التحالف السعودي مستمر بالحشد في نهم شمال صنعا والجيش اليمني والجان الشعبية يتصدعون وتابعتم في فقرة استراتيجيا قدرات حزب الله العسكرية المتنامية نفرض نفسها على حسابات أي حرب لإسترائيل نشكر لكم حسن المتابعة للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع المايدين على الانترنت المايدين دوت نتو باللغة الإسبانية اسبانول دوت المايدين دوت نتو بالإضافة إلى صفحات المايدين على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أليفتان